وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكولين لدعم المستفيدين من مشروع الواحد ونصف مليون فدان فرنسا تخفض توقعاتها للنمو لعام 2021 إلى 6% بعد زيادة في الإصابات بكوفيد 19 963.4 مليون دولار حجم تجارة الصين مع دول الحزام وطيق حتى نهاية سبتمبر مشاهدين مرحبا بكم نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتكم في موعدها على شاشة النيل الأخبار وفيها شهد سيد القصير وزير الزراعة توقيع بروتوكولين لتعاون مشترك أحدهما بين قطاع الزراعة الألية التابع للوزارة وشركة تنمية الريف المصري الجديد والآخر بين الشركة والبنك الزراعي المصري وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي في إطار دعم المستفيدين من مشروع شركة الريف المصري الجديد ومشروع تنمية المليون ونصف مليون فدان بهدف التوسع الأفقي والذي يستهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق مجتمعات متكاملة بما يسهم في تقريس الفجوة الغزائية وتحقيق الأمن الغزائي بحث الطيارة محمد منار وزير الطيران المدني مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مستجدات المشروعات الاستثمارية جديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الطيران المدني من خلال شركاتها وهيئاتها التابعة وكذلك استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات لبعض المشروعات الهامة التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة بحث المهندس طارق الملة وزير البترول مع أتشيكو سامسون أوجا وزير الدولة نيجيري لشؤون تنمية التعدين والحدد والصلب سبل تعزيز التعاون في مجال التعديد وأهم المجالات والمشروعات المطروحة للعمل المشترك بهدف تحقيق أقصى استفادة من هذه السروات في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها كلا البلدين في هذا المجال وقع رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية أشرف إمام والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين جانبين في مجال طباعة الموسوعات القانونية والرقمية وذلك في إطار توجيهات وزارة الصناعة للارتقاء بمنظومة الطباعة والنشر وقال رئيس مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص هيئة المطابع الأميرية على نشر الثقافة القانونية إلكترونيا وإمنا بدورها ريادي في مجال الطباعة وبصفتها النشر الرسمي لجريدة الرسمية والوقائع المصرية في سوق المال تبينت مؤشرة البرصة المصرية خلال تعاملات اليوم وسط عمليات بايع من قبل المستثمرين المصريين قابلتها مشتريات للمستثمرين العرب والأجارب وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركة المقيدة ببرصة مستوى 634.3 مليار جنيه وسط تدولات بلغت 4.6 مليار جنيه وتراجع مؤشر الرئيسي لبرصة اي جي اكس 30 نحو نصف بالمئة بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.4 من 10 بالمئة تراجعت الليرة التركية قبل يوم من قرار المهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الظلت عند مستويات بلغتها في الأسبوع الماضي بفضل التوقعات برفع شديد للفائدة وسجل تريرا 77 من المئة مقبل الدولار بانخفاض 24 بالمئة منذ بداية العام وتركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظة البنك المركزي الجديد ناجي اقبال الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية أعلن وزير البنية الفرنسي برونو لومار إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المتوقع ينمو بنسبة 6 بالمئة العام القادم بدلا من 8 بالمئة التي كانت متوقعة قبل جولة الإغلاقات الثانية في فرنسا وأكد لومار أنه يتمسك بتوقعات لانكماش قدره 11 بالمئة هذا العام رغم أن أحدث البيانات تشير إلى أنه ربما لن يكون بذلك الأسوأ هزوى خفضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2021 بعد أن اضطرت لإفرض إجراءات جديدة للعزل العام لاحتواء موجة ثانية لكوفيد-19 كشفت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر من المتوقع قليلا في أكتوبر بفعل زيادة أسعار الملابس والأحزية والأغزية مع تجليد القيود لمكافحة تفشي فيروس كورونا في معظم أنحاء البلاد وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلكين زادت 0.7% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها 0.5% في سبتمبر وأظهرت بعض الاستطلاعات للمستهلكين العودة للتخزين مجددا بعد فرض قيود صحية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في شهر أكتوبر أظهرت بيانات اقتصادية صينية أن إجمال حجم تجارة الصين مع دول الحزبي والطريق في 9 أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 964.10 مليار دولار فيما ارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية في هذه الدول بنسبة 29.7% على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار دولار وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن الصين شهدت تعاونا مارنا مع دول الحزام والطريقة وسط مواجها لتأثير وباء كافل 19 وأن الصين وقعت حتى الآن على 201 وثيقة تعاون ضمن مبادرة الحزام وطريق مع 138 دولة و31 منظمة دولية أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض استراجع مؤشر نيكي على أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من 29 عاما الذي بلغه في الجلسة السابقة استسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في توكيو في انحسار موجة صعود الأسهم في الأوينة الأخيرة بدعم التفاؤل حيال اللقاح وكذلك انخفض نيكي القياسي 1.11% وفقدت طابكس الأوسع نطاقا فاصل 81% انخفضت الأسهم الأوروبية استقوض التفاؤل الذي ساد في الأوينة الأخيرة على خلفية نتائج واعدة لتجارب اللقاح وذلك في ظل بخاوف من مزيد من الضرر الاقتصادي وفرض إجراءات إغلاق جديدة بسبب عودة حالات الإصابة بالجائحة للزيادة وواصل استاكس الأوروبي الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بنزوله 0.4% وكانت أسهم شركات العقارات والطاقة الأكثر نزولا في حين اتفعت أسهم التكنولوجيا ورابحت البرصة الألمانية 0.8% على صعيد آخر صعد اليون الياباني الذي يعتبر ملازا أمنا إلى قمة أسبوع وظلت العملات المرتبطة بالسلع الأساسية تحت ضغط بسبب قوة الدولار إذ يؤثر تجديد القيود الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا على التفاؤل بشأن اختبارات اللقاح وسجل اليون الياباني مستوى 144% مقابل الدولار واستقر اليورو عند دولار 19% بعد أن كانت تحركه طفيفا على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي في أسواق المعادن النفيسة ارتفع الزهب متحركا داخل نطاق ضيق إذ يقيم المستثمرون الاحتمالات المرتبطة باللقاح كوفر 19 في مواجهة بخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة واحتمالية المزيد من الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي وصعد الزهب في المعاملات الفورية فاصل 1 من 10% إلى 1881 من المئة دولار الأرقية وارتفعت الفضة فاصل 1 من 10% إلى 24 دولارا وثمانية واربعين من المئة الأرقية كما صعد البلاتين فاصل 6 من 10% إلى 934 من 10% من الدولار في أسواق النفط العالمية تباينت الأسعار إذ أججت زيادة أكبر من المتوقع لمغزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع مبيعات التجزئة الأمريكية مخاوف بشأن الطلب على الوقود لكن الأمال في تأجيل أوباك وحلفائها زيادة مزمعة في إنتاج النفط قدمت دعماً وصعرت العقود الأجلة لخام برينت تسليم يناير 3 سنتات إلى 43.78 من المئة من الدولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسامب 3 سنتات إلى 41.40 من المئة للبرميل شاهدين كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى هذه اللحظة هذه التسكرة بأهم عنوين النشرة وزير الزراعة يشهد توقيع فوتوكولاين لدعم المستفدين من مشروع الواحد ونصف مليون فدان فرنسا تخفض توقعاتها للنمو لعام 2021 إلى 6% بعد زيادة في الإصابات بكوفيد-19 963.4 مليار دولار حجم تجارة الصين مع دول الحزان والطريق حتى نهاية السبتمبر نهاية النشرة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر